بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ونولاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث التي خصصتها للحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي هذه الحلقة سأتحدث عن تحطيم الإنجليز للجيش المصري وهو دليل واضح على إرادتهم البقاء في مصر وأن الذي كان يخدعون العالم به أن يريدون أن يخرجوا من مصر كل هذا كلام لا قيمة له ولا يساوي المداد الحبر الذي كتب به قوم كذب خدعون لا شرف لكلمتهم ولا ميثاق لديهم وقائمة أمرهم قائم على المصالح ومرعاتها والمبادئ هذه آخر ما يفكرون فيه إن كانت تعرض مصالحهم وإن ما كانت تعرض مصالحهم ينادون من مبادئ ساعة إذن إلغاء جيش المصري الخديو توفيق منذ أن احتل الإنجليز مصر وهو ما زال في الإسكندرية أصدر مرسوما بإلغاء جيش المصري ومحاكمة ضباطه وكبار أركانه وإقصائهم كما هو معلوم مما جرى يعني بعد ذلك وهذا استغل اللورد دوفرين أحسن استغلال بنسبة له بأن أعلن للعالم كله أن تسريح جيش المصري يقتضي بقاء إنجلترا في مصر حتى تثبت الأمن وحتى لا يختل النظام هكذا يعني الوضع إذن في البدايات الذي جرى أيها الأخوة والأخوات في 24 أكتوبر 1882 1299 الهجرة أصدر خديو مرسوما بتجريد جميع الضباط الذين اشتركوا في الثورة العرابية ممن كانوا بمرتبة ملازم ثاني وملازم أول ويوزباشي من رتبهم يوزباشي يعني مصطلح تركي لمرتبة في الجيش وحرمانهم أي حق في المعاش أو مرتب الاستيداع يعني مثل تقاعد وعد شريكا في الثورة كل من ساهم في إحدى المقاومتين العسكريتين التي حصلت إحداهم في أول فبراير أي واقعة قصر نيليوم حشد عرابي الضباط وجاء إلى قصر خديو والثانية في 9 ستمبر واقعة عبدين وكذلك من وجد تحت السلاح في الحادي عشب من يوليو يوم ضرب الإسكندرية وبقي حامل للسلاح إلى يوم طاعة الجيش يعني انهزام الجيش قصده ومن دخل العسكرية متطوعا في المدة من 11 يوليو ليوم طاعة الجيش ومعنى ذلك إخصاء جميع ضباط الجيش تقريبا من خدمة العسكرية في مؤامرة شديدة على مصر هذا الخديو فعلى ذلك خديو توفيق وأما الكبار فحكموا بعد ذلك محاكمات ذكرتها لكم قبل ذلك في محاكمات عرابي وعهد الخديو بتنظيم جيش جديد لمن يا إخوة ويا أخوات إلى السير فالنتين بيكر فالنتين بيكر ضابط إنجليزي ترك الخدمة في جيش البريطاني وخدم قليلا في جيش التركي ثم جاء إلى مصر فلما تم احتلال مصر استدعاه جنرال ويلسلي القائد العام للحملة على مصر والسير إدوارد مالت إدوارد مالت هذا القنصر العام بريطاني في مصر وعاهد إليه مهمة تنظيم الجيش المصري لهذا الرجل ويكون هذا جيش خاضعا للسيطرة البريطانية في أوائل الاحتلال هذا كانت كله تم في أوائل الاحتلال سريعا قبل أن ينقضي على احتلال البريطاني لقاهرة 14 يوما جاء هذا الرجل فالنتين بيكر وأنعم عليه الخديو برتبة فريق تصوروا وسار يسمى في مصر بيكر باشا بيكر باشا هذا من العجيب والغريب طيب ووضع تقريرا اقترح فيه اقصاء كل الضباط الوطنين من الجيش وتعيين كبار الضباط من الإنجليز والغرض من هذا النظام طبعا مسخ روح الشهامة ورجولة في الجيش المصري وجعل الكبار الجيش المصري من الضباط الإنجليز ليكون أداة مسخرة في يد بريطانيا ومنفذا لأهدافها في مصر بشكل واضح وواضح جدا بعد ذلك في 16 يناير سنة 1880 يعني تقريبا سنة 1300 هجرية أصدر خديو توفيق مرسوما آخر بتعيين السير ايفلين وود أحد قواد الحملة الإنجليزية سردارا عاما على الجيش المصري في مصر سردارا يعني قائدا عاما ورئيسا لأركان حربه مع انعام عليه برتبة فريق فسار يسمى وود باشا وود باشا لأن أي فريق يصل إلى يعني أي عسكر يصل إلى رتبة فريق يعني ينعم عليه برتبة باشاوية وهو أول سردار إنجليزي للجيش المصري وظل هذا المنصب محصورا في قادة الإنجليز طوال مدة الاحتلال تقريبا طبعا كلام طويل يعني في هذا الباب الإنجليز بكروا إذن في السيطرة على وزارة الحربية ووضعوا يدهم عليها واختار جنرال وود أو وود باشا طائفة من ضباط الإنجليز لقيادة معظم فرق الجيش من مشاة ومدفعية وفرسان وأركان حرب واستلم عمر رطفي باشا وزاتة حربية منذ أن أعلن الخديو عصيان عرابي وعزلة استلم عمر رطفي باشا محافظة اسكندرية آنذاك واحد أركان حزب الوطني من قبل ممن باعوا القضية وانحازوا إلى الخديو والإنجليز استلموا زاتة حربية فصار ألعوبة في يد الإنجليز لا قيمة لهم لا يعارض أي قرار في وزارته ما له أي قيمة مجرد هو اسمه وزير حربية اسمه عمر رطفي باشا ومهمته أن يصادق على قرارات اللي تريده الإنجليز فقط لا غير أما القيادة العملية للجيش المصري فكانت بيد الإنجليز هذه نقطة مهمة طب اقترح أيضا بباب تحتيم الجيش اللورد دوفرين اقترح انزال الرقم الجيش المصري إلى ستة آلاف شخص فقط إلى ستة آلاف فرد فقط لا غير ومن الجنود والضباط وبلغ عدد الضباط الإنجليز الذين تولوا قيادة الجيش وإدارة شؤونه خمسة وسبعين ضابطا عدد ضخم وكبير جدا خمسة وسبعين ضابط وهم كبار الضباط ويستلمون كبار مفاصل إدارة الجيش المصري وأقصي الضباط المصريون عن قلم المخابرات عن كل إدارات الجيش المهمة وكانوا أيضا المناصب الوسطى لا يولى فيها المصري إلا إذا ضمن إذا ضمن ولائه تماما للإنجليز وقواد الإنجليز والاحتلال البريطاني إذا بدت منهم أي روح وطنية دعنك إسلامية قلت لكم إسلامية ما ظهرت هذه بعد في مصر أنا ذاك هذه الروح إذا ظهرت أي روح وطنية لضابط فجزاؤه الإحالة على الاستيداع يعني مثل تقاعد الآن وبذلك مسخ الاحتلال روح الجيش ونزل به لمستوى يعني منحدر منحدر عميق من الضعف والمهانة والاستكانة والولاء للإنجليز وأدخلوا نظام البدل هذا النظام عجيب كل من لم يستطع أو من لم يرد أن يدخل الجيش من المصريين فله أن يدفع بدلا عوضا غرامة سميها ما شئت من أجل أن ألا يدخل الجيش وأن ينفك من أسر الجندية هكذا فإذا من بقي في الجيش بهذه الحيلة الإنجليز قوم مخادعون لأبعد الدرجات ويخططون ببطء عجيب كما يقولون بطيء لكنه أكيد هذه قاعدة عندهم بطيء لكنه أكيد سلو باتشور يعني بدأ يعني يخططون تخطيطا عجيبا وعجيبا جدا لأجل وصول المراميه ومقاصدهم طيب إذا كان كل من لا يريد الجندية أدفع عوضا من سيدفع العوض القادر من سيبقى في الجندية الفقراء الفلاحون معدومون المساكين الذين يملكون شيئا إذا سيبقى في الجندية كل ضعيف مهين غير مثقف لأن التثقيف والتعليم سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه الكرومر في مصر منعه إلا على القادرين ومنع شيء اسمه التعليم المجاني فصار إذن الفلاح والفقير في مصر يعني غير متعلم وصار هذا هو الذي يدخل الجيش فإذا الجيش من سيطر عليه أو من كان وعماده كان عماده الفلاحين والفقراء والضعاف وغير المثقفين والأميين الذين لا يملكون أنفسهم شيئا وسيطر عليهم الإنجليز سيطرة تامة الشغل عجيب وماكر لكنه يتم كل ذلك يتم ونحن بعيدون كل البعد عن وعي به وفضلا عن مقاومته ولقوف في وجهه لم يعد في البلاد في مدرسة حربية واحدة بالقبة بلغ عدد تلاميذها مئة تلميذ فقط وكان عدد المدارس الحربية في عهد إسماعيل تسعة مدارس تسعة مدارس عهد إسماعيل بقيت مدرسة واحدة يعني بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر وكان عدد التلاميذ في تسعة مدارس أكثر من ألف أو قرابة ألف ومئة تلميذ وطلبت المدارس الحربية في عهد محمد علي في عهد محمد علي يعني قبل الاحتلال بأربعين سنة كان عدد التلاميذ قرابة ألف وسبعمائة تلميذ ليهبط العدد في أيام الإنجليز إلى مئة شخص فقط لا غير انظروا تحطيم الجيش كيف يحطم الجيش بهذه الطريقة وصار يؤخذ للمدرسة الحربية في عهد الاحتلال الأشخاص الراسبين في الشهادة الابتدائية أو من السنة الثالثة بالقسم الابتدائي وقليل من حملة الشهادة الابتدائية قليل من حملة الشهادة الابتدائية فهبط مستوى الضباط في العلم والكفاية وفقد الأمل إلى وقت بعيد مستقبلي في أن يكون لمصر جيش قوي محترم واعي يقوم بالمنادى بحقوقها والمطالبة بجلاء الإنجليز عن مصر يعني خطط وخطط خطيرة وخطيرة جدا لتحطيم الجيش سأذكر لكم حقيقة بعد الفاصل إخوة الأخوات بعض القضايا الأخرى المهمة جدا في قضايا محاربة الجيش المصري فابقوا معنا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله أيها الأخوات وأخوات بعد الفاصل أيضا مما جنايات الإنجليز على الجيش المصري أنهم أغلقوا جميع المصانع الحربية في مصر التي كانت زمن محمد علي وخلفائه أغلقوا تماما حتى التي أكونها إسماعيل ألغوها تماما وسار اعتماد الجيش المصري على الذخيرة تأتي بإنجلترا على الآلات التي تأتي بإنجلترا ألغي وطبعا من مصلحة أي استخراب أجنبي احتلال أجنبي أن يبدأ بإلغاء المصانع الوطنية بإلغاء المصانع التي يمكن أن تشكل خطر عن عليه ولو بعد مئة سنة يلغيها جميعها ألغيت جميع الترسانات التي أسست في عهد محمد علي وإسماعيل لصب المدافع وصنع البنادق والذخائر إنا الله إليه راجعون تراجعت البلاد يعني قبل ستين عاما من تلك الحوادث الغائية في مصر كانت تصب المدافع وتسبك في مصر بعد ستين عاما تلغى وتستورد من إنجلترا وبيعت آلاتها وأدواتها بأبخس الأثمان وصارت مهمات الجيش وذخيرته تشترى من إنجلترا وبالجملة جردت مصر من كل قوة يمكن تدافع عنها وأودعت جميع الذخائر في قلعتين القاهرة والخرطوم بحراس الضباط من إنجليز وحرم على كل ضابط مصري أن يحافظ عليها وصارت الذخيرة لا توزع إلا وقت التمرين فقط ولعدد محدود هذه نقطة أيضا مهمة إلغاء أيضا قوانين الإصلاحات العسكرية أصدر الخديو توفيق مرسومة بإلغاء القوانين التي صدرت قبل سنة من الاحتلال وهي القوانين التي طالب بها العرابيون تذكر العرابيون ثاروا من أجل قوانين طالبوا بها في ترقية الجيش والمساواة وقضايا الأموال والرتب والرواتب إلى آخره والامتيازات وتقاعد كل القوانين هذه ألغيت بمرسومة الخديوية وقوانين إصلاحية كانت وثار عرابي من أجلها لكن ألغيت وقام الإنجليز بإلغاء البحرية المصرية إلغاء البحرية المصرية التي اهتم بها إسماعيل من قبل ليعود بها إلى ما كانت عليها محمد علي ويعني كان إسماعيل قد أعاد إليها نشاطها لأن عباس أهملها عباسا الأول أهمل البحرية المصرية والمصانع المصرية وذكر ذلك في حلقة عباس ما أعيده الآن فكان أعاد افتتاح دار الصناعة بالإسكندرية الترسانة وأحيى معاملها ومصانعها عاد إليها بعض النشاط الذي كان زمن محمد علي هذا في زمن خديو إسماعيل وذكر ذلك في مزاياه في حلقة مزاياه وأنشئ بها بعض السفن الحربية في عهد ولاية عبداللطيف باشا ثم شاهين باشا للبحرية المصرية وباسم الأول منهما والثاني بنيت بارجتان في مصر وأوصل خديو يعني إسماعيل بصنع عدة سفن حربية مدرعة في ترسانات أوروبا وجدد المدرسة البحرية بالإسكندرية وأنشى مدرسة بحرية أخرى بجوار الترسانة أحضر لها المدرسين أكفاء من مصر وأوروبا وعهد بنظارتها إلى ضابط قدير من ضباط البحرية الإنجليزية وهو ميكيلوب باشا ووكيله كان ضابطا مصريا كفئا وهو عبدالرزاق بيك درويش ثم تولى هو نظارتها بعد الإنجليزي وكان من كبار أساتذتها سليمان قابودان حلاوة ومشاهير ضباط البحرية المصريين ومن هذه المدرسة تخرج إسماعيل باشا سرهنك مؤلف كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار وناظر المدرسة البحرية والبوارج أنشئات وكذا كان عددها في زمن إسماعيل ثمانية عشرة بارجة وسفينة حربية عدى ثلاث سفن حربية أخرى كانت مخصصة لركوب الخديو وحمايته فلما وقع الاحتلال كل ذلك اضمحل وأعدم وذهب وبسبب تدخل الرقيبين أيضا المالي الإنجليزي والفرنسي منذ قبل الاحتلال بثلاث سنوات بدعوة الاقتصاد في الميزانية أيضا تراجعت تلك الصناعات فلما وقع الاحتلال عدمت تلك الصناعات وقررت الحكومة بعد الاحتلال بسنتين أن تقصر البحرية المصرية على بعض السفن القليلة اسمعوا وبيعت السفن الحربية الأخرى أو حطمت تصوروا دولة تحطم سفنها الحربية البحرية بأيديها بيديها وبيع أو حطمت وبيعت أجزاؤها وآلاتها قطعا بحجة عدم صلاحيتها ثم بيع الباقي من الأسطول تدريجا حتى لم يبقى منه سوى يخت واحد لركوب الخديو توفيق كان يسمونه المحروسة فقط لا غير وعطلت الترسان البحرية بالاسكندرية وبيعت أدواتها وآلاتها ومهماتها وأصبحت أثرا بعد عين وألغيت المدرسة البحرية كانت بالاسكندرية وعطل الحوض الحجري المعد لإصلاح السفن بالاسكندرية هذا يسمى الحوض الجاف الآن وبيعت الآلات التي كانت معدة لإخراج المياه منه ويعني كلام وكذلك حوض السويس مع معامل البحرية التي كانت بمناء إبراهيم بالسويس وألغيت البحرية الحربية إلغاءا تاما ألغيت إلغاءا تاما أما البواخر النيلية فقد غرقت غرقت أو تحطمت بفعل الثورة المهدية في السودان ثورة المهدي مشهورة وبيع البعض الآخرية شركة كوك الإنجليزية وبقي النزر اليسير تابع عن وزارة الأشغال وأحيلت ترسانة بولاق على هذه الوزارة فأخذت في تصفية بواخرها وبيعها إلى آخره وألغيت البحرية التجارية أيضا كما ألغيت البحرية الحربية هذا الذي جرى مسبل الجيش المصري ولما اطمأنت إنجلترا لمركزها في مصر أخذت تنقص من عدد جيش احتلالها تدريجيا فقد كان في إبان الحرب العرابية مجتمعا من إنجلترا ومن الهند ومن هنا ومن هنا كانوا قرابة خمسين ألف هبطوا إلى العدد هبط إلى اثني عشر ألفا في سنة نفسها وكان يتولى قيادته الجنرال أليزون وبعد شهور خلفه الجنرال ستيفنسون نقص عدد الجيش إلى قرابة سبعة آلاف ثم هبط إلى ثلاثة آلاف ولم يزد هذا العدد عن ثلاثة آلاف طوال السنوات العشر الأولى الاحتلال ثلاثة آلاف فقط يتحكمون بمصير مصر وعدد سكانها كان قرابة ستة ملايين ويتحكمون بمقدراتها وثرواتها ومستقبلها وسياساتها واقتصادها وتعليمها وأوضاعها كلها ثلاثة آلاف جندي فقط وهذا هو رمز السيطرة البريطانية على مصر يقول اللورد ميلنر في كتابه إن وجود اسمعوا هذا مهم مهم جدا لما فيه من بيان استهانة الإنجليز بالمصريين إن وجود طابور واحد من الجيش الإنجليزي يعطي لنصائح القنصل البريطاني العام وزنا لا يكون لها بدونه لا يكون لها بدون هذا الطابور ولا جرم أن سحب جنودنا من مصر يعرض نفوذنا فيها للاختلال للاختلال ماذا يريد هذا أن يقول يريد أن يقول يعني هو لا كتب تقريرا سيأتي ذكره إن شاء الله وتعالى يحرض الحكومة البريطانية ألا تسحب جنودها من مصر وأن وجود طابور واحد يعطي لنصائحنا القيمة يعني يحاول النصيحة التي مجرد نصيحة إلى قرار ملزم للحكومة المصرية على أن تنفذه شاءت أو أبت وبعد أن تخلصوا من جيش المصري تحولوا إلى جهاز الشرطة وأصدر الخديو مرسوما في ثمانية يناير سنة ثلاثة وثمانين وثمانية وألف يعني سنة 1300 هجرية تقريبا بتعيين السير فالنتين بيكر وفتشا عاما للبوليس وقومندانا عاما للبوليس يعني أكبر مركز في البوليس المصري كان بيد فالنتين بيكر وسمي بيكر باشا بعد ذلك فصارت قوات البوليس في القطر المصري تحت سيطرته وهكذا تم الإنجليز السيطرة على الجيش المصري وعلى الشرطة المصرية على البحرية المصرية على الذخيرة المصرية يعني تحكموا في مقادير البلاد العسكرية يعني من كل جوانبها من كل جوانب يتحكموا فيها وهذا كله سار ولم يمضي على الاحتلال البريطاني سوى أربعة أشهر فقط يعني كانوا بطئين في إجراء بعض الإصلاحات في قضايا في قضايا المالية في قضايا التعليم في قضايا الصحة في قضايا الميزانية كان عندهم بطء عام يعني في تعديل الأمور لصالحهم لكن في الجيش انظروا أربعة أشهر وقضيها الأمر طبعا هذا كله منقول أيها الإخوة من جرائد رسمية جريدة الوقائع المصرية وهي جريدة رسمية يعني هناك جريدة كانت رسمية في مصر مثل مثلا جريدة الجوائب في تركيا مثل جريدة أم القرى في السعودية هناك جريدة مصرية اسمها جريدة الوقائع المصرية وفيما أذكر والله أعلم أنا ما زالت يعني فيما أعلم أنا ما زالت أصدر إلى الآن هذه جريدة مصرية رسمية اسمها جريدة الوقائع كل هذه الأخبار ذكرت فيها طيب لسان يسأل أين المقاومة أي مقاومة إذا كان كل الضباط من رتبة ملازم أول جردوا وأخرجوا من الجيش وأدخل إلى الجيش الأميون وأدخل إليه فلاحون والفقراء والضعاف من الذي سيقاوم؟ من الذي سيقاوم؟ إذن تمكن الإنجليز في الأعام الأولى أو الأشهر الأولى من الاحتلال من تحطيم الجيش بالكامل تمكنوا هذا الذي ذكرته الآن ولخصه لكم في الحلقة الماضية ذكرت الجرائد تمكنوا من السيطرة الإعلامية على مصر إن صح التعبير تماما وتمكنوا من السيطرة الحربية والعسكرية والبوليسية شرطة يعني على مصر وسأذكر لكم أيضا في الحلقات القادمة سيطرتهم التامة على التعليم وعلى الأموال وعلى الصحة وعلى الاقتصاد وعلى جوانب الحياة كلها شيئا بعد شيء مرة بعد مرة طيب هذا يعني بالنسبة للجيش المصري ولساء أن يسأل أيضا ويقول لماذا لم تثار تثر قضية الجيش من قبل الأعيان على الأقل كان هناك رؤساء وزراء مخلصون نوعا ما وطنيون مثل شريف باشا الذي كان يمثور العرابية وتولى الرئاسي الوزارة في أيام الإنجليز وكان يستقيل إذا ما رضي شيئا كان يستقال مرة لأنه لم يرضى أن يخلى السودان من المصريين لكن كان عددهم قليل جدا هؤلاء المخلصون الوطنيون في تلك المراكز أن الإنجليز كانوا أيضا حريصين جدا على إقصاء كل موظف وطني من المراكز الحساسة في مصر المراكز الأولى كانت لهم موظفين مباشرين لها لكن المراكز المهمة أيضا أخرى التي كانت تولاها المصريون كان الإنجليز حريصين كل الحرص على أن يضمنون ولاء الموظفين إذن لا يثار في وجوههم أي اعتراض لا من قبل الجرائد ولا من قبل الجيش ولا من قبل الشرطة ولا من قبل الوزراء ولا من قبل الذين كانوا يسمون نظارا أنذاك ولا من قبل المدراء العامين والموظفين مرموقين ما الذي يمكن أن يعترض بعد ذلك المنابر حجمت المشايخ ما كان لهم قيمة ولا وظيفة تذكر في خضم ذلك كله إلا قليل وقليل جدا إذن المصر كانت تنتظر رحمة الله تعالى بها وأن يحدث فيها حركة قوية وهذا الذي جرى بعد ذلك بفضل الله يوم النته سأذكره فيما يستقبل من حلقات المخرج أشار بانتهاء الوقت إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته